الفقرة الأخيرة الفقرة الطبية وتحديداً الجمالية والصحية الخاصة بالأسنان فرح اليوم رح نحكي عن طبعاً تقويم الأسنان اللي عم بيعالج العديد من المشكلات اللي عم تتعلق بالأسنان والفكين النتيجة والتأثير الممكن أنه يخلقوا تقويم الأسنان على مظهر الابتسامي والأسنان بجعل طبعاً تقويم الأسنان تجربة تستحق المعاناة اليوم ننتعرف على أبرز أنواع تقويم الأسنان معنا الدكتور محمد علي اختصاص معالجة أسنان نسعة صباحك وأهلا وسهلا فيك كي صعد صباحك وصباح صادر المشاهدين جميعا أهلا وسهلا فيكم صباح الخير دكتور مرة تانية لو لما منحكي عن تقويم الأسنان للبعض بيفكر إنه هاي التقنية ممكن قديمة شوي واليوم في حلول بديلة خلينا نحكي إمتى تقويم الأسنان كان بيكون هو الحل الأنسب والحل الصح بأي حالات موجودة تقويم الأسنان هو يعلم من العلوم الطب الأسنان اللي بيهتم بدراسة مظهر الأسنان وتقويمة دراسة الفكة وتقويمة ودراسة العرضة الغلاط وتزبيطه وتقويمة وممكن يتطرق لدراسة عزام الوجه حتى تزبيطه وتقويمه وهون منتقل لمرحلة اسمها جراحة عزام الوجه تقويم الأسنان من العلوم القديمة وفي دراسات أثبت أنه بسور قبل التاريخ كانوا يلجأوا لتقويم الأسنان كانت موجودة؟ تقويم تماماً بالمقابر الفرعوني حتى وجدوا أنه في أسلاك مصنوعة من الزهب ملفوفة على الأسنان بهدف تقويمه وحتى كانوا يلجأوا لضغط المريض يضغط على الأسنانه بحيث أنه يترجع للوضع الطبيعي هاي اللي كان عنده تقدم بالأسنان طيب خبرنا يمكن دكتور شو مكونات تقويم الأسنان؟ وأحياناً ممكن يكون التقويم بشكل خاطئ أو استخدام يعني عدم اتباع رشادات الطبيب ممكن يأثر أيضاً على يمكن المريض فخبرنا كمان عن هذه الأسنان؟ تقويم الأسنان بالشكل الحديث في منه متحرك وفي منه ثابت؟ تماماً أكيد تقويم الأسنان بالشكل الحديث ظهر مع بداية القرن الماضي تقريباً فينا نصنفه لتقويم متحرك وتقويم ثابت تقويم وقائي وتقويم دائم إذا من فينا نبلش بتقويم الأسنان الثابت منصنفه لتصنيفات الشكل الشائع هو الحاصيرات المعدنية المصنوعة من استاليستيل التي توضع على سطوح الأسنان ومن ثم تضم بأسلاك معينة فينا من خلال هذه الأسلاك نحرك السن بالاتجاه المزبوط بحيث نرجع السن لمكانه المزبوط والتقويم ياخد فعاليته هاي التقويم الشائع والأكثر فعالية والأقل سعر بالنسبة لجميع أنواع التقويمات الأخرى في عنا تقويم الأسنان الذي يعتمد على حاصيرات خزفية هاي بيجي شفاق ومناسب تماماً للون الأسنان بس مشكلته هذا التقويم أنه أقل فعالية من التقويم الذي يعتمد على الحاصيرات المعدنية وأغلى سعر ويتطلب الحال التقويم يتطلب وقت طويل حتى نعطي المريض النتيجة المرجوة نعم في أن التقويم الأسنان الذي يوضع من الداخل في مرضى ما بيحبوا أن يبين أنه مبكب تقويم أسنان أو كذا هاي من الجلال لهم منحطها بالسطح اللساني للأسنان بتعطي فعالية بس ممكن للحالات بالحالات المعقدة ما بتعطي أي فعالية بتمتاز أنه بتكون الحاصيرات أقل بالحجم بس مثل ما حكنا أنه بتكون الفعالي أقل من حالات التقويم الأخرى وبتعاني من بعض المشاكل أنه الاستجابة بتكون بطيئة غالية السماء ممكن المريض يطول حتى يرجع النطق طبعه يعني حتى يتعود عليها لأنه اللسانة نضرب الحاصيرات بشكل دائم وممكن كمان نعاني من تكسر الحاصيرات بما أنه بالسطح الداخلي للسن أصنع عرض المريض أو غيره فيه التقويم الأخير والتقويم المتحرك هاي من اعتمد على صفائح شفافة تبدل حوالي كل حوالي أسبوعين يعني منحتاج أثناء فترة المعالج التقويمي من 20 إلى 30 صفيحة كل أسبوعين من بدل صفيحة هاي التقويم استجابته كمان بطيئة وتكلفته عالية جدا عالية وبالحالات المعقدة ما بيستفيد المريض يعني كل شيء له السطباب ولو مضاد السطباب دكتور اليوم البعض بيقول أو كما يقال أنه للسن له ذاكرة ممكن بعد التقويم يكون فيه شيء اسمه تثبيت للتقويم لحتى ما ترجع الأسنان ممكن للشكل السابق اللي كانت فيه هل هذا الشيء صحيح اليوم وإذا كان صحيح هل ممكن يبقى هذا التثبيت موجود على الأسنان بالنسبة لتقويم الأسنان التقويم الأسنان أثناء ضغط السن من مكان لمكان تاني نحن نعتمد أنه امتصاص العدم من الجهة معينة ويتودع عدم بالجهة المقابلة وهي هو مبدأ التقويم العام لما منخلص من المعالج التقويمية لازم يكون في جهاز تثبيت يوضع بتم المريض من ثلاثة إلى ستة شهر بحيث أنه يرجع العدم اللي تشكل جديد ينمو أو يتشكل بشكل صحيح حول السن ويثبته بالموقع الجديد لذلك جهاز تثبيت الأسنان بعد التقويم هو ضروري جدا وبدون ما نستخدمه ممكن ترجع الحالي مثل ما كانت تماما أنواع الأجهزة المستخدمة ممكن تكون أجهزة متحركة تثبيت متحرك ممكن تكون بعض المعالج التقويمي أجهزة من جوه الأسنان أبارة عن أسلاك وهي بتكون أكثر فعالية من شي لبعض فترة معينة أدية ممكن تبقى الفترة من ثلاثة إلى ستة شهر على الأقر هذه فترة كافية أنه يتثبت السن بالمكان الجديد اللي وصلنا عليه خبرنا دكتور دائماً نحن وصغار كنا نشوف رفقات نحطين تقويم أسنان بس نحن مبارك بأي عمر ممكن ينحط بأي عمر المفروض ينحط تقويم الأسنان صحيح للطفل إذا حسنا في عنده مشكلة بتركيب الأسنان أو تقدم الأسنان تقويم الأسنان نحن منفرد نحطه بالمرحلة العمرية من 8 إلى 12 سنة 13 سنة بتكون عزام الفك عم تنمى عزام الوجه عم تنمو بشكل كويس بتكون الاستجابة سريعة وممتازة بالأعمار المتقدمة بتكون المعالجة بطيئة ومكلفة أكثر وبيعان المريض أكثر وبتكون النتائج متأخرة بالنسبة للأطفال إذا بدنا نجي للأطفال ممكن نبلش بالتقويم مقائي فينا نقول في أن أطفال مثلا عندهم عادات سيئة مص إصبع مع من يقدروا يعدوا بشكل مظبوط الأطفال اللي عندهم تنفس فموي ممكن لازم نعالج السبب تنفس الفموي اللي عم يلجأوا لمص الإصبع سواء اللي بهام أو السبابة هون في أجهزة معينة بحيث أنه تمنع الطفل يستمتع بمص الإصبع إن شاء ما تعمل له مشكلة يعني إذا استمر نص الإصبع لفترة بزوغ الأسنان الدائمة أكيد رح يعمل تقدم بالفك العلوي أو تراجع بالفك السفلي هون مشاكل نحن بغينا عنها صحيح هاي الفكرة طيب دكتور اليوم بعض الأشخاص يمكن عندهم تراكم أسنان أو أي مشاكل من تقدم أو غيره بيرجأوا للطبيب وبيسألوا عن الفينير هل ممكن أن يكون الفينير بديل عن التقويم أو في حالات أي وحالات لا معظم الحالات التقويم الضرورة يعني الفينير ما بيعالج مشكلة الفينير ممكن الزيركون يعالج مشكلة إذا في عنا تراكم بالأسنان أو الفتال بالأسنان ممكن التلبيس الكامل المكون من الزيركون تعالج المشكلة وجوه الفينير ما بتعالج أبدا أي مشكلة ما هي جمالية بس فينا نقول الوجه الفينير بدنا نتقيد بالسن بشكله و باستدارته و ببروزه لذلك ما فينا نعالجه من خلال وجوه الفينير وأنا فرض المعالج التقويمي قبل اللجوء لأي تجميل لأن المعالج التقويمي هي اللي بترجع السن لضمن القوس السني المزبوطة وتعطي جمالي للمريض نعم نعم دكتور في أسنان ما بتستجيب للتقويم في أسنان ما بحطوا تقويم بتحس مرس مهان معندي بتسميها يعني بتكون استجابة بطيئة وهي معظم ولما من باقي من ركب التقويم بالأعمار الكبيرة هون بيكون العدم يعني أخذ حده الخلايا الكاسرة للعدم صارت أكتر من الناشطة أو بتشكل العدم هون بنلاحظ أنه تأخر بالاستجابة بشكل كبير بس معظم الحالات إذا اشتغلنا بسن قبل المراهقة أو سن مراهقة هون بنعطي نتيجة للممتازة ونمرجوة من التقويم التأخر بالتقويم هذا مولا صالح المريض أبدا دكتور بعد المرحلية اللي بعد ما بشيل فيها المريض التقويم بعد استكمال العملية العلاجية بعض الحالات منلاحظ فيها ممكن تغير بلون الأسنان شو المشكلة هون هل هي بطريقة إزالة التقويم ممكن ضرر طبقة الميناء وشو الغلط ممكن يكون تغيير الأسنان أثناء وجود التقويم داخل الفم مننبه لضرورة العناية الفموية الممتازة لكن مكان الحاصيرات ممكن تماما تماما بعد الشيء للتقويم أثناء وجود التقويم ننبه لضرورة العناية الفموية استخدام معجين أسنان تحتوي على نسبة عالي من الفلورايد بحيث تمنع تشكل هاي الطبقات البيضاء أو الملون على سطح الأسنان وفيه فراش خاصة للتقويم حول الحاصيرات مشا ما يتشكل نخر لأنه هاي حول الحاصيرات هاي بيئة مناسبة للجراسين إذا ما تنظفت بشكل ممتاز بعد ما نشيل التقويم الحاصيرات الموجودة منثبتها على سطح السن بمواد لاسقة نحن لازم ننظف بشكل كامل نشيل هاي المادة اللاسقة بشكل كامل ويرجع وضع السن مثل ما كان إذا تركنا أي مادة لاسقة هاي فورا تتصبغ وأكيد لذلك لازم نشيلها بشكل مضبوط وما نترك أي أسار بس في أخطاء دكتور شفنا هاي ممكن عم بتصير من هذا الموضوع بأيام مهنة سواء عن طب الأسنان ولا غيره في أخطاء في أخطاء لذلك الأيد الخبيرة هي أهم شي نعم نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل من عم بتابعنا واللي عم تشوف مثلا الولادة عندهم بداية مشكلة التقدم الأسنان شوف تنصحها أنا بنصح لها لأنه يراقبوا العمار المبكري يعني عمر سبع سنين يراقبوا أطفالهم لأنه في مشاكل بها العمر فيما يتعلق بعزام الوجه تنحل بها العمر من خلال التقويم بسيط وتقويم وقائي لأنه بالمراحل المتقدمة ممكن نحتاج لجراحة تقويمية هون بنلجأ لنشر عزم الفك أو ما شابه ذلك بتكون العمالية معتقدة جدا يراقبوا أطفالهم بالنسبة للعمار الصغيرة اللي عنده تنفس فموي تنفس عن طريق الفم يشوف السبب ممكن يكون عنده ناميات بالأنف جيوب يراجع الطبيب المختص هاي النصائح العامي بالنسبة للأطفال بالنسبة لل اللي بدنا نركب لهم تقويم أنا بنسح أنه المرضى يتشجعوا يركبوا تقويم بالأعمار الموكرة غيرها ما فينا ننصح أكيد بيضل دكتور دائما نحنا منقول نتبه للمشكلة من بدايته وما نتركها لحتى نحنا نصري مكان بدنا مراحل أكتر وفترة أطول للعلاج ومندخل بقى بالمحظور اللي نحنا ما بديه كل الشكر لألك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا شكرا لألك شكرا لألك دكتور وعلى كل المعلومات وإن شاء الله هيك السلامة للكل شكرا لألك